أنا أفتكر كلهم يعني طبعاً ممكن تسند لبعضهم أدوار يعني مثلاً حمدوق عنده بيقى عنده بل كطب بجد بيقى عنده يعني وزن إقليمي ودولي ممكن أنا ضد الفكرة بتاعة مجلس السيادة لأنه أفتكره يعني جسم بولامي ما مفيد وكده ولا أفاد في الفترات السابقة يعني أحمد المرغني كان رئيس مجلس السيادة لمن الحكومة تقلبت كان هو قاعد في البيتش في البلاج بتاع الإسكندرية يعني حفيد سيدنا النبي ده كان لبسلو شورت وقاعد انجوين همسل في البيتش فالشخصية زي حمدوق ممكن تجيبه في وضع سيادي لكن لا ينفع في موضع تنفيذي لأنه شخص تعود أن يعيش في الخانة الرمادية يعني يعني بيحكي لي واحد من أصدقائي قال لي كان معه في المؤتمر الذي عمله الخواجات بتاعين شتم هاوس ليك المؤتمر الاقتصادي نعم وجه زول قال ليه كلام فقال ليه أنا موافقك تماما وجه شخص آخر قال كلام مناقض قال ليه موافقك تماما فقال ليه أنا انزعت جدا فسألت وقال ليه أنت ليه بتعمل كده قال لي والله يا خانة 30 سنة قاعد في الخانة الرمادية دي وما تضررت منها مطلقا وهستمر على هذا المنوال فشخص زي دا كان طبيعي جدا حيفشل ثورة عظيمة زي دي لا تتذكر بأنه الانتغريتي زادة المورال انتغريتي النزاهة الأخلاقية بتحت المجموعة هذه الحمدوكية مضروبة لأنه دين الناس كانوا بيأخذوا المواهب بتاعتهم من السوق الأوروبية والسيني الإكزيجيتف بتاعهم المسؤول الكبير الإماراتيين أسنى ما هو حاكم نزلوا له في حسابه 7 مليون دولار فأنا يعني أنا شاكي في الوطنية بتاعتهم شاكي في النزاهة الأخلاقية بتاعتهم شاكي في مقداراتهم المهنية والعلمية بافتكر ممكن تنتدب منهم بدموعات يعني ما ساهمت في الإخفاق السابق ولكن أن يقبل أن يفرض المجتمع المدني هذه المجموعة الهلامية ويخدها كوصي على الشعب السوداني في المرحلة القادمة هذا ما يجب أن نرفضه وإذا أصرد عليه المجموعات الإقليمية والدولية لا بد تكون في ثورة شعبية حقيقية وأنا بفتكر أنه أننا ما نعول على الوفاق الذي يمكن أن يحصل بين المجموعات العسكرية ونركز على أننا نقوي الجبهة المدنية بتاعتنا معولين على الشخصيات الوطنية التي لديها نزاهة أخلاقية ترجمة نانسي قنقر